بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يصطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأدرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو سدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال ساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهن نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم نسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرون قال أوسقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاهنون قالوا يا غيننا إنا كنا طاغين أسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون فلهم أيهم بذلك زعين أم لهم شركاء فليأتوا فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة الأبصارهم ترهقهم ذلة فقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدردهم سنستدردهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أدرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم فاجتباه ربه فدع له من الصالحين وإن يكان الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون فيقولون إنه لمجنون فما هو إلا ذكر للعالمين